مشاكل السماء طيب إيه السبب اللي ممكن يزود كهرباة الأم مسببات الخالة الكهربائي كثيرة ممكن تبقى أولية يعني الإنسان عنده استعداد وراثي أنه يحصل في المشكلة دي إمتى وإزاي دي متغيرة الشكل وفي بعض عوامل الخطور أهم عوامل الخطورة هي العادات السيئة زي التدخين وإلى قدر الله الإدمان والتعرض لحاجات معينة مثلا الموجات الإلكتروماجناتك والحاجات دي كلها بكسرة دي كلها أو عوامل مرسبة ومهيئة لتعرض الإنسان ده للمشاكل الخلل الكهربائي علم كهربائي القلب ده علم كبير تخصص جوة تخصص بيتعملوا دراسات معينة بيتعملوا حاجات أبحاث معينة بحيث نحن نوصل للتدخل ده أحد التدخلات الطريقة يعني دي صورة بتوضح لو حصل تجمع دموية شديد حوالين القلب دي ممكن تحصل في الإصابات وممكن تحصل أولية بيحصل مرة واحدة أن القلب يختنق بالتجمعات الدموية حواليه أو بحاجة اسمها إنسكاب تموري يعني يقول لك عنده مية على القلب عنده مية على القلب أسبابها كثيرة جدا برضو بتحصل ليه يعني بتحصل ليه عشان ده في أمراض معينة بتعملها تمام يعني إحنا هنا التجمعات دي بنقسمها إما نتيجة الإصابة معينة واحد تخبط أو تعرض لحدثة وحصل له تجمع دي الشقة خلاص مفهوم في حاجات أولية بيحصل نشاط معين في الغشاء بيحصل رشح للمية اللي حاولين قلب بتكتر لدرجة إن هي بتخنق القلب ما بتخلوش يؤدي وظيفته الطبيعية على طول بحاول العيان للمستشفى بالرعاية المركزة بنحاول نسحاب له المية بنعمل تدخل إحنا هنا النهاردة بنوضح ليه الدكتور أو ليه الجراح أو ليه طبيب القلب بياخد قرار مفاجئ يلا يعني أنا جاي للعيان بقول يلا على المستشفى بيحصل له حالة دربكة بقول إزاي طب ليه أنا يعني جاي تعبين آه بس كنت بفكر عاخد علاج لا هنا مفيش علاجات هنا فيه تدخل على طول